في ناس بتبقى فاكرة ان هي لما بتعمل تنظيف للأسنان او كحتجير عند دكتور الأسنان ده بيخلي لون الأسنان الاصلي يتغير ويبقى قبيل طبعا لا تنظيف الجيل مختلف عن طبيض الأسنان النهاردة ان شاء الله هنعرف الفرق ما بين تنظيف الأسنان وما بين طبيض الأسنان يلا بينا اول حاجة هنتكلم عن طبيض الأسنان طبيض الأسنان هو المفروض عملية كيميائية بنستخدم فيها مواد كيميائية بنحطها على سطح الأسنان هي بتعدي من أول طبقة على سطح الأسنان اللي هي طبقة المينة وزي ما اتكرمنا قبل كده على أسباب بتاقيه في طبقة المينة وطرق علاجها لو لسه ما شفناش الفيديو ده هنلاقي الفيديو فوق في علامة الآية الطبقة دي زي ما قلنا هي بتكون أول طبقة وهي خط الدفاع الأول بالنسبة للأسنان بتاعتنا المواد الكيميائي دي بقى بتفضل ماشية في طبقة المينة لحد ما تعدي على طبقة العاج اللي هي طبقة الدينتين اللي هي تاني طبقة بتكون موجودة على سطح الأسنان والطبقة التانية دي هي اللي بيكون فىهها التصبغات الانويكة اللي بتبقى موجودة على الأسنان اللي بتستدع ان احنا نعمل طبي FT هنا بيجي دول موادي الكيمياية دي ان هي بتدخل واتفتد التصبغات اللي موجودة اف طبقة الدينين وبالتالي بتبدأ ان تغير من لون الأسنان الأصلي وتخلى الأسنان من ا associتها العادية دلوقتي انها تبقى افتح درجة او درجتين او ثلاثة على حسب الحالة بتاعت الأسنان طيب ايه هي الاسباب اللي بتستدعي ان احنا نعمل تبييض الاسنان في ناس بتاكل اكلات ومشروبات بتكون فيها نسبة تصبغات عالية جدا مشروبات مثلا زي الشاي والقهوة وبالنسبة برضه للسجير نفس القصة في الموضوع الاكلات اللي بيكون فيها صلصة او الحاجات دي وطبعا مع الاهمال في تنظيف الاسنان بتبدأ السبغات دي ان هي تتراكم على طبقة الاسنان الاولنية اللي هي طبقة المينة ومنها بتبدأ تخش لطبقة الدينتين اللي هي الطبقة التانية وهنا بنضطر ان احنا نعمل تبييض الاسنان تصبغ الاسنان عندنا بيتقسم لنوعين نوع سطحي ونوع عميق النوع السطحي ده ممكن ان انت تتخلص منه بالتلميع عند دكتور الاسنان اللي هو الدينت البوليشينج النوع الاميق ده اللي بيحتاج مننا ان احنا نعمل تبييض الاسنان تنظيف الاسنان وازالة الجير ده بقى ان احنا بنشيل طبقة الجير اللي موجودة على سطح الاسنان أو طبقة البلاك وطبقة البلاك دي كنا تكلمنا عنها قبل كده وقلنا هي الطبقة اللي بعد ما تيجي تاكل لو جيت عملت بصباعك كده على الأسنان المفروض ان بيزهر لك طبقة بيضة نعمة خالص هي دي المفروض طبقة البلاك الاولانية مع التراكم بتبدأ ان هي توصل مرحلة الجير اللي هو بتبقى الطبقة النشفة اللي لزق على سطح الأسنان ومتقدرش تشيرها والإجراءة ده زي ما قلنا هو مش بيخلي الأسنان لونها أبيض هو بيرجع الأسنان للون الطبيعي بتاعها وبالمناسبة اللون الطبيعي للأسنان مش اللون الأبيض الفاتح يعني في ناس كتير جدا بتبقى فاكرة ان ده اللون الطبيعي لا الأسنان بتاعتنا عاملة زي الشعر وعملة زي الايون بتختلف من شخص للتاني على حسب الدرجة بتاعتها في ناس بتكون طبيعة أسنانها بتبقى صفرة أو بتبقى فاتحة شوية أو في ناس طبيعة أسنانها بتبقى درجة من درجاته الرماضي يبقى خلاص كده عرفنا الفرق ما بين تنظيف الأسنان وعرفنا الفرق ما بين طبيية الاسنان دلوقتي بقى عايزين نعرف ايه هي الاسباب اللي قدت ان الجير ده يتكون على سطح الاسنان ده اللي اتكلمنا عنه في الفيديو اللي فات بتاع هل تنظيف الجير بيدعي في الاسنان ولا لا لو لسه ما شفتش الفيديو هتلاقيه فوق في علامة الاي روح اتفرج عليه كنا بنتكلم من شوية على ان تكوين الجير بيبدأ من البداية بمنحلة الطبقة بتاعة البلاك بالرغم من سطح الاسنان ناعم المفروض انه ما قبلش ان في حاجة تتلزق عليه او تسبت عليه زي طبقات الجير الى ان طبقة البلاك دي من كتر اللزوجة بتاعتها هي بتلزق على سطح الاسنان ومع تراكم الاكل عليها بتبدأ ان هي توصل معنا للمرحلة الاخيرة بتاعة الجير البلاك بقى في المرحلة الاولانية ممكن يتشال معنا بالفرشة والمعجونة عادي جدا في البيت اما لما بنسيب طبقة البلاك دي تتراكم معنا لغاية الاخر وتبتلي بعد كده تتحول من المادة اللازجة للمادة الصلبة بتاعة طبقات الجير هنا مش هينفع ان انت تشيلها في البيت خالص ومش هتعرف تشيلها لازم بتتشال بأدوات معينة عند دكتور الاسنان مع الاهمال بقى في ازالة الجير والتراكم الجير اللي بيبقى موجود على سطح الاسنان بتبدأ ان انت تحس بحساسية في الاسنان كل ما ديجي مثلا تشرب حاجة سقعة حاجة سخنة تحس باي هوك بتلاقي نفسك بتحس بالحساسية بتاعت الاسنان دي عشان تحل بقى المشكلة بتبدأ ان انت تعمل ازالة للجير وممكن بعدها لو الجدور مكشوف منها اجزاء كبيرة جدا بنعمل حاجة اسمها عملية ترقيعة للسا يبقى عشان نخلص نفسنا من المشاكل دي كلها المفروض ان احنا نروح لدكتور الاسنان كل ست شهور نتطمن على صحة الاسنان بدعيتنا والدكتور هيقول لنا لو عندنا طبقات مع الجير موجودة هنعمل جلسة تنظيف جير بالكتير قوي ممكن نصبر لمدة سنة منزدش عن كده لان زي ما قولنا قبل كده ان الجير بيتكون معانا ممكن كل تلت شهور او كل ست شهور او كل سنة ده طبعا بيختلف من شخص للتاني على حسب طبيعة الاسنان او على حسب نوعية الاكل والمشروبات اللي بنكلها وبنشربها على مدار اليوم بتاعنا وبس كده فلصت حلقتنا النهاردة اتمنى اكون اعرفتكم ايه الفرق ما بين تنظيف الجير وما بين الطبيض وامتناعمل طبيض وامتناعمل تنظيف للجير لو لسه عندك عيس تفسار سبولي في كومنس تحت وانا هرد عليك ما تنساش لايك شير فولو ولو استفدت ان الفيديو ده انعيلي دعوة بظهر الغيب سلام